متابعي قناة اسلام المصري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتكلم النهاردة عن حاجة مهمة في شاحنات مارسيدس اكتروس او شاحنات مارسيدس عن مثل التست او الكشف اللي احنا شايفينه عندنا عالشاشة الوقت اللي هو التست اسموس رانين كونترول اللي هو الكشف على الرشاشات او البخاخات او الانجيكتورس الكشف ده ما يخصش بس الاكتروس لكن يخص اي شاحنة مارسيدس لكن احنا عشان اغلبنا متابعين القناة مهتمين بالاكتروس فاحنا دايما بنقول اكتروس عايزين نعرف بس قبل الكشف وقبل الكلام ده كله نعرف يعني انا بعمل كشف ليه عرشاشات يعني حاجة مفروض ان انا عملها كل شهر مثلا ولا كل سنة ولا ايه الكشف ده ما بتعملش بصفة دورية او حاجة من صيانات دورية الكشف ده بيتعمل في حالة ان انا عندي شك معين في الانجيكتورز او الرشاشات بتاعتي ليه الشك ده بيكون نتيجة ان انا عندي اول حاجة ممكن الاقي هي دخنة دخنة سودة عندي في العربية فده بالتالي بيعبر عني ان نسبة اللي هو الجاز للهوى فيها مشكلة نسبة الهوى للجاز بتاعي اللي هما خليط الاحتراق فيهم مشكلة في حد اقلم التاني او الجاز اقل من الهوى ايا كان النسبة اللي بينهم فيكون في مشكلة في الحتة دي فانا محتاجك شفها رشات وشوف الرشات في منها رشاش مثلا مكتوم او بيدي دفع اقل من المفروض يطلعها في عملية او الاحتراق او بلاقي عندي ايه استهلاك جاز زيادة الاقي السواق او القائم على التشغيل او ايا كان بقى بيقول لي ان العربية دي بتستهلك جاز اكتر من العربية التانية وممكن ما يكونش في دخنة يعني جاز كتير مثلا الاقي ان العربية دي بتستهلك استهلك اكتر من العربية اللي هيا مسئلاتها哩ة اللي تتحرك نفس الحركة نفس المشوير نفس اللوتس او نفس الاحمال اللي بتشيلها لكن بلاقي دي استهلاكها زيادة شوية فبرضو في المرحلة دي بحتاج اعمل كشف على الرشاشات بتاعتي او في حالة ارتفاع درجة حرارة ارتفاع درجة حرارة في حالة ان انا لو عندي فيه رشاش بيسيل برضو بيعمل لي ارتفاع درجة حرارة داخل غرفة الحريك وبالتالي ارتفاع درجة حرارة المحرك وده برضو حاجة من الحاجات اللي بتخليني اعمل كشف على الرشاشات وفي حاجة تانية ان انا ممكن لو هشتير عربية وبعمل كامل على العربية كشف كامل وفحص كامل بكشف عن الرشاشات وحدات الحق ان اي حاجة الاعطال مسجل الاعطال الكنترولات فدي حالة من الحالات اللي انا بعمل فيها كشف على الرشاشات طيب بالنسبة عرفنا دلوقتي امتى بعمل كشف على الرشاشات طيب احنا عايزين نعرف المعنى بتاع كشف الرشاشات اللي احنا شايفين فوقه عندنا حاجة اسمها طيب بنلاقي ارقام كده قدام كل السيلندر يعني الرقم ده بيعبر عن ايه وفيه ساعة دي يبقى موجب وساعة دي يبقى سالب وهو كويس كده ولا وحش ولا الكلام ده مبدئيا لازم نعرف ان الرقم ده بيعبر عن ايه عشان نعرف نحكم على الاراية بتاعت الرشاش الرقم ده جماعة اسمه يعني دي قيمة صححية قيمة صححية يعني ايه قيمة صححية يعني الكنترول من خلال ان هو بيقرأ الكنترول بتاع المحرك الامر ايا كان بيقرأ الاكسليريشن بتاع الكرانك حركة الكرانك او التسارع بتاع الكرانك من خلال عند شرط القدرة شرط الباور بتاعي بيعرف ازا كان المحرك ماشي في يعني ايه اللي هو اللي هو المحرك بتاعي يعني بصفة منتظمة يعني الحركة بتاعت الكرانك او دوران الكرانك او سرعة الكرانك بصفة منتظمة ولا فيه في النص كده بيعلى وينزلوا الكلام ده او سرعة عالية قوي بعدين ينزل تاني فكده في حاجة مش مزبوطة من خلال من خلال اراية اللي هو اللي احنا بنقول عليه اللي هو او تسارع سرعة الكرانك عمود الكرانك عند شرط القدرة بيعرف ازا كان في حاجة اا محتاج احقن زيادة هنا او احقن اقل فالرقم اللي قدامنا ده بيعبر عن القيمة اللي هو الكنترول بيوجه وحدة الحقن ان هو يعملها يعني ايه بالزبط يعني لما يقولي زي رقم واحد عندنا واحد واربعين من مية او اربعة من عشر القيمة دي اللي هو الكنترول بيوجه واحدة الحقن ويقول له زود اربعة من عشرة زود اربعة من عشرة يعني ايه يعني الرشاش ده مكتوم بنسبة صغيرة محتاج ان انا اديله اربعة من عشر في المية عشان يدي الفماس بتاعي ومحتاج ادي للرشاش التاني بيقول لي السالب سبعة من عشرة chamado hey no خلي بالك يقل�� لكمية الحقن عن الرشه ده بنسبة السبعة من عشرة في المية اللي بعده بيقول له لا زود واحد من عشرة في المية في عنا نعزين نفهم النقطة دي عشان نعرف ان معنى القداية ما مفهمش انه واحد ونص عقل وكلما يكون واحد ونص بقى كويس واحد ولم. القيمة دي قيمة صحية يعني control بيقول له وحدة الحقن احقن بالقيمة دي لما يكون القيمة انا وجابه يقول له احقن بيقيمة دي زود كزا زود كزا معنا هي يعني الرشاش ده بيطلعش القيمة الكافية يعني هو مكتوم لما كن اشارة مجابة لما يقوله قلل قلل بالمقدار ده يعني سالب نقص يعني الرشاش ده بيدي دفعات زيادة فبيقوله لا قلل الدفعات اللي رايحة للرشاش ده بالنسبة سبعة من عشرة في المية طيب او القيمة المتاحة للرشاشات اللي هي تكون سليمة او ما فاش اي مشكلة بتتراوح من آآ بوزتيف اللي هو واحد ونص من مية يعني من سالب واحد ونص لموجب واحد ونص في الرنج ده تمام يعني لو عندي واحد ونص يعني بدل الاصفار اللي فوق دي في واحد فاول صفر من ناحية اليمين وبوينت نقطة بعدين خمسة من عشرة تمام مش مشكلة لو في اشارة سالبة اللي هي زي القيمة اللي تحتها على طول اشارة سالبة وفي واحد فاول رقم في الجانب اليمين ما كان الصفر اللي في اليمين وخمسة من عشرة برضو مش مشكلة يعني كأنه بيقوله قلل واحد ونص في المية او زود واحد ونص في مية فالقيمة دي ده شركة بتقول لك تمام ما فيش اي مشكلة والمحرك بتاعك شغال او الرشاشات بتاعتك ما فيش اي مشكلة شغالة في المطلوب او الاستماحية اللي هي المتاحة بالنسبة لكفاءة الرشاشات ده عشان نعرف قبل ما ندخل بها نكشف عن الرشاشات ونعرف واحد ونص لأ انا نعرف الاول معنى واحد ونص ايه ومعنى الموجب ايه ومعنى السالب ايه قبل ما ندخل على الكاشف عشان نبقى فاهمين احنا منعمل ليه بالزبط وناخد المعلومة بشكل صحيح زي ما انتم تعودتم القناة عندنا ان احنا دايما بنوضح لكم المعلومة من المصدر بتاعها من شركة مرسيدس بحيس ان احنا ما ناخدش الاجراءات حفظ كده او حد بيقول لنا اعمل واحد اين ثلاثة واحد ونص بقى كويس سالب واحد ونص لا انا نفهم الناس يعني سالب واحد ونص يعني ايه موجب واحد ونص اتمنى يكون وصلنا المعلومة بشكل بسيط وسهل ولو او مرة تابعنا ادوس سبسكرايب وتفعل الجرس وان شاء الله لو عجبك الفيديو تدوس لايك وشير في كل مكان عشان تفيد كل الناس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته